وصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب أعمالها حيث عقدت الجلسة السادسة لمناقشة خطط وبرامج للحكومة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعدد من الوزراء وصرح المستشار محمود فوزي أن برنامج الحكومة جاء متكاملا يهتم بإتاحة التعليم للجميع مؤكدا حرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات والمركز البحثية وذلك مع الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الوطنية للعمال